عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيورك اجتماعا على مستوى السفراء المندوبين الدائمين لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصول تعزيز التحرك العربي في كافة المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية بما في ذلك حجد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كما شدد السفراء العرب على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وكذلك وقف العضوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل واستنكر السفراء العرب الهجامات الإسرائيلية التصعيدية على رفح الفلسطينية مشددين على ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني وأدن السفراء إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح من الجهرة الفلسطينية كما أدن السفراء العرب الحملة الممنهجة والتهديدات الصارخة الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية شكرا